إلى الملف السوري حيث أكد مبعوث الأمم المتحدة الخاصة للسورية ستيفان ديمستورا أن الأمم المتحدة تضغط لإدخال المساعدات الإنسانية إلى الغوطة الشرقية في دمشق ومؤكدا أن المنظمة لن تقبل بتكرار السيناريو حلب وضح ديمستورا أن الأمم المتحدة لم تفقد الأمل ولن تتوقف عن المطالبة بالتنفيذ الكامل لقرار وقف إطلاق النار في سوريا